من جانبه أكد وزير الصحة قاسم محمد بحيبح دعم وزارة صحة استمرار العملية التعليمية بالمعهد وتأهيل المزيد من الكوادر الصحية بالمحافظة وأشار بحيبح خلال زيارته لمعهد العلوم الصحية بالمهرة على استعداد الحكومة ووزارة الصحة دعم الأنشطة كافة وتذليل الصعوبات أمام العملية التعليمية بما يسهم في توسيع أنشطة المعهد مشيدا بدور المعهد في رفض القطاع الصحي بكوادر مؤهلة تسهم بخدمة المجتمع المحلي بمختلف مديريات المحافظة